السلام عليكم تحية الناس الخير في لما كنتوا سعيدة بلقائي معكم أنتم على قناة جيلا شنال الحياة بفرنسا الفيديو ديال اليوم بتاريخ 19 مارس 2022 هذا الفيديو هذا غاديكون نشارك معكم ثلاثة ديال الأخبار وكذلك غادي نجاوب واحد السؤال ديال أشن الفرق أنني عندي فقط ورق الإقامة وأنه عندي الجنسية الفرنسية أشن الفرق بينتهم كذلك بالنسبة غادي نجاوب في الآخر أعلان أعطيكم واحد الرأي اللي هو كيكون مرتابط أساسا بالخبر اللي غادي نعطيه لكم في الأول طبيعة الحال أنا هنا باش نقدم الخبر ولا نقدم استفادة ولا نقدم مواضع ولكن كان نبقى مهاجرة بحالي بحالكم في بعض المرات كان بغي نعطي يعني الرأي ديالي في بعض المواقف بالنسبة للأخبار الثلاثة اللي غادي نقدمها غادي نقولها لكم العانوين ديالها باش هكذا تعرفوا التفاصيل نتمنى أخواننا الأوفية اللي كيتابعوا قناة جايلا شانال أنكوا تشوفوا معنا من الأول إلى الآخر لأنه فعلا أي حاجة كنزلها لكم كيكون فيها استفادة وبعد المرات كان عطي الاستفادة بين الأسطر بطبيعة الحال نتمنى كذلك أنهم الناس اللي ينضموا إلينا للقناة كذلك يشجعونا وأنه يبرتاجوا الفيديو ديالنا نبدأ معكم العانوين بالنسبة للأخبار بالنسبة للخبر الأول غادي نشوفوه بالنسبة للبرنامج الرئاسي ديال فرنسا هتقدروا تقول يا أه عرفناه البرنامج الرئاسي ولكن غادي تشوفوه بطريقتي وغادي كذلك تشوفوه بنسبة الرأي ديالي لأنه كل مهاجر فيكم سواء المهاجر اللي يجب للبلاد وهنا هنا يعندوا الإقامة سواء الناس اللي دارة الجنسية أو كذلك سواء الناس اللي إنها الجنسية الأوروبية ويعيشة هنا في أوروبا أظن أنه البرامج الرئاسية ديال كل واحد كتحسوا أنها تمسكم وأنها كتعنيكم ولكن غادي نقول لكم في الآخر كلش علامة كيرتاكز هاد الشيء وهذه هي اللي غادي نخليها النقطة الأخيرة باش أنني نشاركها معكم وإن شاء الله ربما نكون أنني نضفت لكم شي حاجة كذلك بالنسبة لهذا الخبر هادا غادي نشوفوه خبر للجالية الجزائرية واللي الصفر من فرنسا إلى الجزائر والذي سوف يحدد بشروط واللي هي تسهلات لهم ابتداء من غداء الأحد عشرين مارس واللي غادي يكونوا تلعتاد الشروط كذلك بالنسبة غادي نجاوب كذلك بالنسبة غادي نشارك معكم الخبر الثالث واللي هو على أنه المواطن الفرنسي كيعيش معاناة ما قادرش أنه يكمل الشهر دياله وأنه تقدر تبقى لها أقل من 100 أورو غادي نشوفوه كذلك بالنسبة لهذا الخبر وغادي نجاوب بالنسبة أشنون الفرق عندي وراق الهجرة وعندي يعني وراق الإقامة وعندي كذلك أو وراق الجنسية الفرنسية وفي الآخر نخلي الرأي اللي بغت عناني نقوله لكم نبدأ معكم تابعوا معنا الفيديو حكذا باش تستفدو بالنسبة للرئيس إيمانيوال ماكرون حتى هو قدم البرنامج الرئاسي دياله وهدر في مجموعة ديال الأشياء بالنسبة للعمل بالنسبة للصحة بالنسبة للسكن بالنسبة للفورماسيوم بالنسبة للشباب بالنسبة لأغيثة بالنسبة للغوات خد هدر على بزاف ديال الأشياء قبل ما يهدر على هاد أشياء هدر على المرحلة اللي خمس سنين اللي هو فيها وقال انه راقدم إنجازات قال انه كان يعطي يعني الطالبة انه دار لهم اللغوبة ديالا كونتي النسي اللي الطالبة في الجامعة بأنه غوب قال كذلك على انه داروا للشوماج بارسيال في الوقت الكوفيد قال على انه نقص من انخفاض الشوماج قال بلي انه داروا إنجازات كثيرة يعني الحكومة دياله في الفترة دياله بغى يجدد الرئاسة دياله وقال على أنه بغى يزيد يكمل الإنجازات اللي كان دائرها من قبل والتغييرات اللي كان دائرها من قبل بطبيعة الحال البرنامج الرئاسة دياله هو يعني يعتمد مهم على بزاف الأشياء هي أشياء اللي فيها المهاجر بطبيعة الحال المهاجر سواء كان يعني أنه جاي لجوء سياسي ولا المهاجر اللي عنده أوراق لإقامة مهم المهاجر باختصار هنا غادي نقول لكم بالنسبة أنه قال أولا قال هذا الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا غادي تأطر لمدة 12 شهر حتى 18 شهر يعني أكثر من سنة غادي تأطر بالنسبة غادي يكون هناك المواد الغذائية وغادي خاصة نوتامون خاصة غادي على يعني الناس ديال الموين أوريون نقول الشرق الأوسط وكذلك على الأفريك ديالسود ولكن حتى حنا يعني في الدول الأوروبية هن في بارتي يعني بالنسبة نظن ركو شفتو الرفوف عشنو يعني طلع فيها الغالاء أولا قال غادي خفض في الضرائب وكذلك بالنسبة لزن تخبخيز تانيا قال غادي استثمر في البحث العلمي بحيث أنه القوة ديال أو أي دولة كتكون في البحث العلمي وكتكون في الإقباطات ديالها هاد الهدراء من يقاليها أنا فوش نفكرت تتدو شويت فكرت الدكتور الفايد الله يبارك له في الصحة دياله هاد الهدراء قالها في الوقت نتاع كورونا قال أي دولة كيبان حاليا القوة ديالها دولة اللي كتكون عندها البحث العلمي وكتستثمر في الاقتصاد وكتستثمر في الفلاحة غادي نقول لكم حاجة أخرى كذلك قال على أنه بغا بش يكون هنا اللي كتعديل في ثمان الكهرباء وقال أنه بغا بش يكون تجديد في الساكن ما يقارب سبعمائة ألف ساكن يعني في فرنسا يكون له التجديد ليس الإنشاء التجديد كذلك بغيش جعل الفورماسيون الفورماسيون وبغيش جعل التكوين المهاني كذلك بغيش جعل عدد ساعات العمل أكتر هنا وقفوا معايا في هذه النقطة غادي نحل القوس تشجيع عدد عمل أكتر وهذه هي النقطة اللي غادي بزيع لها يعني الحياة أنت على أي مهاجر من فرنسا من هنا أو زيد القدام وهذه النقطة اللي دائما كنت كنقولها العمل 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 باش كل واحد يحفظ كرامته العمل العمل هاد النقطة دي العمل واللي هو غادي يقسمها على زوج العمل يعني تزيد ساعة العمل غادي تكون مرتبطة بالإرساء وتكون مرتبطة باللاغوتخات بالنسبة اللاغوتخات قال على أنه غادي تمشي حتى الـ 65 سنة ولكن قال أعطى واحد الخصوصية ولكن يشوفوا بالنسبة للقطاعات اللي كتكون المهنة ديهم صعبة نعطيكم مثال الناس اللي كتخدم مثلا إبوغ يعني هذوك الناس اللي كمثلا نعطيكم مثال كي يجمعوا الزبالة نعطيكم واحد المثال عمل صعب وتخيل انت الواحد عنده 61 سنة 62 سنة واشا غادي عادي بقى يدفع في الكونتونار واشا غادي عادي يعني غادي يشوفوا على حسب النوع العمل وتمشي لغادي حتى الـ 65 سنة كذلك هنا يا تانيا واللي هي الأغاثة الأغاثة حتى هي غادي تكون مشروطة بأنه خاص يكون هناك في الأسبوع عدد عمل انتع من 15 ساعة حتى العشرين ساعة ولكن ما حددش أشنو هي يعني بحا نقوله لا تيب دا ستخيكتور اللي خاص يكون فيها هاد العمل هادي ما حددوهاش ولكن هو أعطى فقط من العنوان الكابير أنه لغادي سوف تكون مشروطة بعدد ساعات العمل من 15 إلى 20 ساعة في الأسبوع يعني كل شيء سوف يدير تكسع العمل قال على أنه في الفترة الرئاسة دياله إذا هو كان رئيس على أنه يعني المينيما يعني قال كذلك على أنه بالنسبة لهاديك ودفنس ديال الضرائب اللي كانت خلصوا من 138 أورو يحيدها قال كذلك على أنه بالنسبة لنساء المطلقة اللي يعيشين مع وليداتهم بغا يضاعف لهم لالوكاسيون فاميليا يعني اللي كتجيكم ملا كاف وقال كذلك على أنه غاد يعدل في قانون اللجوء السياسي عندنا يعني ناس اللي هما كيدروا اللجوء بزف 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 الفئة اللي هي ديال الأفغان كذلك هدي ما قال هاش الفئة دي الأفغان أنا اللي كان قولها لكم هو قال غي تعديل قانون اللجوء السياسي ولكن أنا قلتها لكم كذلك أنه قال بالنسبة للمهاجرين اللي كي يجيوا هنا يا الفرنسا غادي حاول أنه يكتر من مراكز ديال تعلم اللغة الفرنسية مهم هذة النقطة مزيانة تحت تعلم اللغة الفرنسية باش كلنا مهاجر خاص يندمج والإندماج أول حاجة المفتاح دياله كنت نقولها في فيديوهاتين فاش بديت القاناة هو اللغة الفرنسية كذلك بالنسبة على أنه الناس اللي كي يكون عندهم أوراق الإقامة لو تتخذ السيجوغ ماشي أوراق الإقامة يكون عندك لو تتخذ السيجوغ طول كيتسمع أوراق الإقامة وخاك يكون عندك عام ولا عامين ولا تلت سنين ولا ربع سنين قال أي شخص فاش يمشي بغي يجدد لو تتخذ السيجوغ وإذا كان هاتش تخص شافوا على أنه كي يهدد الأمن أو أنه دير شي مشكل يعني أنها أمن الدولة أو أنه دير شي مشكل يمشي يرجع لبلاده يعني ما يجددولوش كذلك بالنسبة الأوراق الإقامة بالنسبة للناس دياله عشر سنوات اللي يطلبوا طلب الإقامة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص كذلك غادي يكونوا بشروط حاليا ركو عارفين كانت الشروط دياله تست هو قال سيكون مرتبط بشروط دياله تست زائد خاص تكون الخدمة آه دعبا غادي يمشي معكم بالنسبة حتت لكم يعني البرنامج دياله لكن غير تابعوا معي عفاكم بشوفوا في الآخر عشانو بغيت نقول لكم بحيث مرتبط نمشي بالنسبة للخبر لإخواننا الجزائريين يا ربي على الله تحنا يسهلوا علينا كما سهلوا بالنسبة للصفر للمغرب بالنسبة للجزائر كانت لتادر الشروط الشرط الأول أنه إذا كنت شخص غير ملقح يمكنك الصفر إلى الجزائر ولكن بفحص في سئر لا يتجاوز 72 ساعة هذا الشي كان هدر ابتداء من غدى 20 مارس إذا كان شخص يسمعني فيكم اليوم السبت اللي هو 19 مارس رهلأ خاص كل يوم يكون عندك تست لا يتجاوز 36 ساعة ابتداء من 20 مارس لا يتجاوز 72 ساعة الشرط الثاني أنه في حالة تكون تواخت التلقيح خاص هذا التلقيح يكون ما يتعدش 9 أشهر الشرط الثالث هو أنه يتكون عندك هذي لا فيش سانيتاء اللي تقدمها في المطار فاش توصل هذا هو بالنسبة للخبر لإخواننا والجالية الجزائرية إن شاء الله يربحت يخفو علينا لكي يمشي ويشوفوا الأهل والوالدين ذلك سأذهب معكم بالنسبة للقدرة الشرائية كل واحد يقول لي كيف هذا الخبر أنه يمس ولي يعني أو يتكلم عليه بالنسبة أنه معظم المواطنين الفرنسيين أنهم لا يتجاوز لكي يكملوا الشهر ويكون لهم على الأقل 100 أورو أو أقل لكي يكملوا الشهر هنا في فرنسا بحيث أنه تجد أب مثلا يخلص 300 أورو مثلا على المثال وعنده جولدات وعنده زوجة تقريبا نصف الفلوس ونقول ميلوغو تتمشيل ما بين الساكن وما بين الشارج وما بين السيغنس الدار يعني هذه عدم الصرف وما فيها حتى شي حاجة يعني ما داخل فيها حتى شي حاجة أخرى من غير غير الكريا ولي يتطابق لكم هذا بالنسبة للجريدة الباريزيان والذي تقول أنهم معظم تقريبا الناس هنا في فرنسا والذي الدخل لهم يكون تقريبا ما وصل إلى 1-200 ميلوغو يعاني بززاف اللي بسبب هذا الهجوم على أوكرانيا بطبيعة الحال وبسبب هذا الغالاء ترى في الرفوف في المراكز التجارية التي يبيع المواد الغدائية كتشوفو على أنه بالنسبة ارتفاع الثامن قال القمح ارتفع ب36% الضورة 30% عباد الشمس بنسبة 40% والغاز بالنسبة 90% بطبيعة الحال هذا الغالاء يجعل تكاليف تقيل على المزارع أصلا حيث المزارع أصلا يخص مواد أولية هذه المواد الأولية تنقام عليها غالية هذه العاملة تنقام عليها يبيعون لنا يوصل إلى جنا الغالي ولهذا قال مارك خو على أنه ستكون الأزمة الغالاء والأزمة ربما نقص في بعض الأشياء التي ستكون من 12 شهر حتى 18 شهر هذا كملت معكم بالأخبار ونذهب بالنسبة الفرق عندي جنسية فرنسية وعندي أوراق الهجرة ونذهب معكم بالنسبة للرأي بالنسبة الإقامة واحد الحاجة التي هي بسيطة لن يكون لديك ورق الجنسية الفرنسية كما هو الحال الوضع عليه حاليا في فرنسا وأن الأمور تتأزم بطبيعة الحال الأمور تتأزم في جميع الدول الأوروبية نعطيكم مثال واحد يريد أن يترك أوروبا تماما مثلا أنا عندي صديقة تركت أوروبا تماما لا تتعيش في قطر والزوجة الوليدة لديها جنسية لديهم جنسية الفرنسية بدأت أولادها دخلتهم من المدرسة الفرنسية تماما يقرأوا الفرنسية واللغة العربية والإنجليزية وقتل الحياة رائعة لم أكن أتخيل قتلوا الدور وكل شي كبير وهذه المهم على أسس أنه زوجها تماما الترى العمل هنا لماذا تسهل الأمر بحيث أنه كائنة الجنسية الفرنسية شوفوا غير هذه لأن الجنسية الفرنسية يختلف الأمر مثلا غير أنه شخص يخدم مع الدولة أين أعطيكم شخص هذا الذي يخدم في السيكوريتي في الميري الذي يكون وقف عند الباب هذا يكون لديه الجنسية الفرنسية تسمى أنك تخدم مع الدولة أريد أن تخدمي خدمة التي ترى أنك تنجح يعني كثير من الأشياء أنه يكون عندك الجنسية الفرنسية يعني تكون على أنه عندك فيها إيجابية شوفوا غير فش كان صفوف عندك جنسية فرنسية عندك جنسية مهجية عندك جنسية مهجية شوفوا غير فش كان شوف من بلادنا ويطبعون لنا للصفوف هذا جنسية هذا ما عندك وهذا حضرت جنسية الفرنسية يسهل عليك أشياء كثيرة أولا تبالك أنك تبدل البلاد الترحل سافرك سوف تبدل البلاد الترحل مثلا الفرق بين الجنسية والمهاجر يكون عندك فقط أوراق الإقامة فش تمشي للبلاد إذا استعليك ثلاث سنين سمعوا مني هذه بعض المسلي ينسوا رسم إذا مشيت للبلاد يستعليك ثلاث سنين سافرة مع مرض تقدر ترجع الفرنسا بالنسبة للناس الذين لديهم أوراق الإقامة الفرنسا وينساء ورأس هم يكون كبار في السن أو لا ويبقى عام ورأس يقول سافرة عندي أوراق الإقامة إذا استعليك ثلاث سنين في البلاد لا تستطيع ترجع الناس لديهم جنسية فرنسية جنسية فرنسية تههل بزاف الحوائج والفرنسية هذه بالنسبة التي تقوم سأذهب معكم بالنسبة الرأي كجليلة كمهاجرة وليست كجليلة بالنسبة سواء البرنامج الماكرو أو البرنامج أي واحد سأغير رسول الرئاسة مع العلم أنهم يهضر على المهاجرين مع العلم أنهم يهضر على الطرد مع العلم أنهم يهضر على الفولاغ مع العلم ولكن لا تخوف برنامج لماذا؟ حيث أن البرامج كاملة على ماذا تصب ولماذا تركز خاص الخدمة إذا لاحظوا أن كل يهضر على المهاجر كانوا يهضر على المهاجرين يقول بحال لا تنزيم يقول المهاجر الذي تفوت على 6 شهر لا يخدم يرجع لبلاده يعني لأن تكون خدام في هذه البلاد واللي هي نقطة كنت نقول ها دائما والله أخوتي 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 لقد أحضر معكم من القلب لك لأن تكون خدام لك تحفظ الكرام لك لك لأن تكون خدام لك لك يشد لك لا تقابل لك لا تقابل على أساس أنك تضمن لقمة العيش في بلاد آخر لأن تضمن لقمة العيش في بلاد آخر يجب تخدم بالنسبة للناس الذين يقولون لي أن لا يمكن أن نخدم أو أن نمر لا يمكن أخوتي لكم كان أن شخص قادر يخدم قادر أن تشارك في ال أن أن تشارك لك تشارك الواجب الذي أريد أن أقول لكم أي برنامج رئاسي لا يخوف لكم لماذا تكون خدام صافر خدام الذي ينطبق عليك سيطبق على جميع أخوتي الذين رأيهم خدامين سواء فرنسي أو فرنسي أو مقيم أوروبي الذي أريد أن أقول لكم وما أقول لكم الخدمة تحفظ لك الكرامة أختي 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 وما تبارك الله عليهم أزواج هم خدامين قلت لك لا يمكن أنني لا أخدم لا يمكن أنني أختي إلى أوروبا ونطبق نتفرج كفازة أو نتبع اليوتيوب أو نتبع التفاهات وكان كل ونستنى أنني ندير ولدات ونديهم ونجيبهم المدراسة قلت وخند ولدات المدراسة هذه كلمة لم يتعاقل عليها أختي مدراسة ومدراسة ومدراسة الخمسة للصباح يعني كيف أي واحد سيخرج يخدم أنها تعرف أنها لديها شاغ وثقيل وهي مهنة مهنة سهلة ولكن تفكر أن أنا جئت مهاجرة لم يأتي لكي هدين الناس لابد أن نفعل شيء لذلك ترى حاليا أخواتك يخدمون من ضار لهم وأنا نقول العمل يجعل اتقاف نفسك العمل يجعل أفكارك العمل يجعل شخصيتك العمل تساعد به الأسرة العمل تساعد به الوالدين خصوصا الوالدين فاشي تكبروا تريد أن تساهلوا عليهم تقول لي الزوج لي لا يمكن أن يعطي أو لا يكفي عاوني يساعد رسالة الناس الذين يقولون للزوجات لا تخدم إذا الزوج لا تخدم الوالدين يريد أن أقول لكم هنا في فرنسا بالنسبة للبرامج الرئاسي ينتحهم كاملين لا تخوف إذا كنت خدام إذا لم تكن خدام ستحس أنهم يمعني عليك أما تكون خدام ستحس أنه حتى أنت تشترك في الوالدين حتى أنت تكوتيز حتى أنت تدير واحد الخدمة الذي يريد يهدر مثلا يجعل يهدر تحفظ لك الدنيا والك والخدمة لا تقلق خارج المنزل حتى أنها تكون داخل المنزل ولكن يكون الشيئ لك لك تسمى على أنه مواطن ستقوم بالدو هذا هو الفيديو الذي أريد أن أقول لكم أتمنى أخوتي أنه لم يقل إتصحاب له أرى أنه كان معنى عليه أو بالنسبة للناس التي يتوشي بالعكس تماما أنا قدمت ناصحة وهو أنه العمل حاجة مزيانة لضمن لك الكرامة وكذلك أحتل يقول لي يشكون حسن ويشكون عن الجنسية الفرنسية والإقامة لقدر أنه يأخذ الجنسية الفرنسية يقدر أنه يدير طلب للجنسية الفرنسية بطبيعة الحال الجنسية الفرنسية لك لا يوقع لكم إخطالات من يقول آه أحسن الجنسية الفرنسية يمشي الرصدي البعيد الجنسية الفرنسية لا يعني تبديل الدين الدين التي لديك ولكن الجنسية الفرنسية تدير ها على أساس أنه تكتل الخبزة في هذه البلاد هذه البلاد استقبلاتك هذه البلاد ضبطاتك يعني خاص بندم لا ينكر الخير مع العلم أنه السياسيين يقول ما يريدون يقوله ويقول ما يريدون ولكن لن تكون في إدارة أو تقدم طالب كل واحد فينا إذا كان لديه حاجة يجبوها له يعني لا تكذبو على رأسنا شكرا لكم أخوتي إخوتي لإلى هذا الفيديو إن شاء الله نشاهد في فيديو قادم وشكرا لكم على المتابعة وشكرا للناس الذين يدعمون والناس الذين يدرون اللايك وشكرا لكم تبعتم معايا حتى الآخر تلام عليكم